بعد سنة واربعة اشهر يعود الشاب امام عادل الى الحياة من جديد بعد ان كان قد فقد الامل بالخروج من سجون الميليشيات الانقلابية في محافظة تعيز كانوا يعيشوا الكل برعب المريض ضرب فوقه الصحيح ضرب كل الناس كانوا خائفين منهم خوف امام شاب في العشرينيات من عمره تعرض للاختطاف من قبل الميليشيات الانقلابية في مديرية دمنة خدير وتلقى اصنافا من التعذيب في سجون مدينة الصالح الذي تتخذه الميليشية معتقلا كبيرا لها اقع سيارة صالون ملأنت يا عسكار مسلحين قاموا فتح امان البنادق حقهم مع الشيقين جهة راسي مصوبين الاوالي لقيت راسي يقوم واحد نوم مسك شال وغطي على عيوني طلعنا مشلنا بالطريق يعني قنت انت بطريق من تجاريك عاد واحد يمسك بالرأس يقول يهزك يقول لك باتقي لك ضيافة حقك باتقي غير باتقي غير لم يكن امام وحده المطلوب للميليشية بل ووالده ايضا الذي كان قد غادر المنطقة مسقط رأسه هاربا من ملاحقة الميليشية وظل بعيدا عن اسرته قرابة سنتين اطفال خارجي من المدرسة بباص في الدمنا اطفال في الباص يأتي للطاقم يمر يعني يدحشهم والاطفال يصيحوا يقول لهم ها دواعش تقدموا في القعاة بالخلف لما صدام الباص يخوف الاطفال اطفال بصف الخامس الرابع هذا انا كواقبي اننا فضح الحاجة هذه انتكلم عن الاشياء من يوم ما هارب بي كنتو لقانا شخرق العاب امشي العاب سانو يقزعي حددني ناس يقول لي ابوك الله بيروح بان يذبحوه ابوك والله بان في علامك زال الميروح ابوك ابوك وانا كنتو عش بروح افتكع على بي ضمن صفقة تبادل تمت بين الجيش الوطني والميليشيا خرج الشاب المختطف من المعتقل حيث قضى مدة كانت هي الاقسى في حياته ولا يستطيع نسيانها كما يقول تحتجز الميليشيا في معتقلتها الاف اليمنيين المدنيين الذين جرى اعتقالهم واختطافهم من الاماكن العامة والطرقات وتمارس بحقهم اقسى انواع التعامل اللا انساني حيث توفي البعض منهم في سجونها تحت التعذيب ولا يزال الكثير منهم مخفيا لا يعلم اقاربهم عنهم شيئا فوزي الحمادي قناة بلقيس تعيي